الان شباب نكمل ويا جافا سيكريبت واليوم راح ناخذ الفاريابلز بالجافا سيكريبت الفاريابلز يعني المتغيرات اللي اقدر استخدمها بداخل اللغة الارقام تسمح لي بيها اللغة السيترينجز تسمح لي بيها اللغة البوليان يعني true or false تسمح لي بيها اللغة ماكو اي مشكلة تمام يعني هذي انواع المتغيرات يعني اللي اقدر استخدمه الدياتا تايب اللي اقدر استخدمه زين شلون اقدر اعرف متغير داخل الجافا سيكريبت احنا بلس بلس ادنا الانتجر ادنا الفلوت ادنا الدابل ادنا الكاركتر ادنا السيترينج تمام اهنانه النوع هو نوع واحد فقط اللي دائما يجي بكلمة فار بعدها المتغير اللي انت تريده يعني فار والمتغير زين شنو اللي راح يحدد للنوع زين هذا فار نيم وراها اللي يحدد هو قيمة هذا المتغير يعني اذا كانت قيمة هذا المتغير خنقول فار ماني اذا كانت القيمة مالتة يساوي عشرة فصار من نوع انتجر فار نيم اذا كان القيمة مالتة خنقول مثلا اه مهند فمعناته القيمة مالتة هو شنوه من نوع سيترينج اذا هنا قيمة المتغير هي راح تحدد للنوع اما الانواع بالتعريف كلها هي من النوع شنوه راح تكون من النوع فار اوكي شباب شلون اسلوب التعامل والتعريف طبعا احنا اتفقنا قلنا هذه اللغة من اللغات اللي بيها سمي كولون اذا انت تعرف كل متغير على سطر منفصل فتستخدم شنوه السمي كولون الفاصلة اما اذا تلي تعرف على سطر واحد فما اكو مشكلة اذا تفرق ببيناتهم بالكمة الفارزة وبالاخير تنهي بيه السمي كولون شوف هذا مثالي هنانا قدر نشوفه انو فار النام يساوي علي وفار المني والمني يساوي الف ونص ما عندي اي مشكلة بالاثنين انا اش عرفته من نوع فار الاثنين عرفته من نوع فار لكن قيمها هي اللي راح تحدد نوع اللي راح تستخدم به هذا المتغير والفار هو طبعا من نوع كي ويرد اكيد يعني طبعا هنا نوع الجافا سي كريبت حالا حالا مثل السي بلاس بلاس المتغيرات عدنا نوعين من عدها عدنا غلوبال فاريابولز وعدنا لوكال فاريابولز شنو غلوبال فاريابولز هذا المتغير اللي يكون عام اللي يستخدم في عموم البرنامج وعند اللوكال فاريابولز هو الفاريابولز اللي استخدمه داخل فانكشن فقط يعني احنا مثلا مرات احنا فانكشن استخدم انتجار اكس بسي بلاس بلاس ده احتي وارجع غير فانكشن استخدم انتجار اكس اخر هنانا الاكس اللي بالفانكشن الاولى يختلف عن الفانكشن الاكس بالفانكشن الثاني تمام لو لا نفس الحالة هنانا عدنا متغيرات ممكن تكون لوكال يعني تستخدم داخل فانكشن معينة وبنهاية الفانكشن خلاص ينتهي هذا الفاريابول اقدر استخدمه بغير مكان كمتغير جديد ما لا علاقه بالمتغير اللي استخدمته بالفانكشن الاولى تمام واكو متغيرات لا تكون عامة على كل البرنامج مثل هذا المثال شوف هذا الفار شوف اهنان استخدم ماي فار وهنانا بداخل هذا الفانكشن شاستخدم نفس اسم المتغير نانا يتعارض لا ابدا ليش لانه هذا الفار يختلف عن ان يكون داخل فانكشن معينة دائما احنا المتغيرات لتكون فانكشن معينة تنتهي بانتهاء الاند مالت الفانكشن تمام شباب هنانا طريقة كتابة او تعريف المتغير بالجافا سيكريبت الجافا سيكريبت تقبل الحروف كبداية للمتغير وتقبل الاندر سكور لكن ما ممكن ابدي برقم كمتغير حالها حال السي بلاس بلاس يعني انا شنو عندي هذا هاي طريقة تعريف متغير غلط ما يقبلها هذه مقبولة ليش لان بده باندر سكور تمام وكذلك اذا بلشت بكلمة يعني رأسا كلمة تيست مثلا بدون واحد اثنين ثلاثة يكون مقبولة يعني هو يقبل الحروف ويقبل الاندر سكور كبداية تمام يعني اما الباقي عالي تقدر تكمل بأخران اكس وان اكس تو اكس ثري هاي مقبولة بس واحد اكس ما مقبول يعني بداية المتغير يجب ان تكون اما حرف او الاندر سكور طبعا من حالها بحال بقية لغات البرمجة الجافا سكريبت كذلك بكلمات محجوزة بالذاكرة مثل ايش هذا جدوى لعدكم هنا لاغلب الكلمات المحجوزة بالذاكرة مثل ابستراكت بوليان بريك بايت كيز كاش شارد كلاس كونس كونتينيو ديباقر ايلس انيام اكس بورد انتجار ذيس لونج نيتف نيو كل هذه الكلمات تكون شنوه محجوزة بالذاكرة يعني ما تقدر انت تستخدمه شنوه كمتغير ما ترهم تقول فار اف ليش لانها الاف كلمة محجوزة ما ترهم تقول فار دو او ديليت او ديفولت هذه الكلمات هذا الجدول هو للكلمات المحجوزة داخل الجافا سكريبت